أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي حرص الدولة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر مشدداً على أن المرحلة الرهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال الاستثمار الخارجي والزيادة في مساهمة القطاع الخاص جاء ذلك خلال لقائه عدداً من كبار المستثمرين الإماراتيين في مستهل زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي تأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن كما استعرض مدبول ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية التي اتخذتها الدولة في عام 2016 مشيراً إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر هذا وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية على أن يكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها مؤكداً أن الحكومة ستقدم تسهيلة في السداد وفي هذا الإطار أجرى رئيس الوزراء حواراً مباشراً مع المستثمرين للاستماع لأرائهم حول تطوير بيئة الأعمال لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر